السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسألا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر موعد انهيار الاقتصاد الأمريكي بمعدلات غير مسبوقة يقترب هكذا تحدث الخبراء وهكذا أيضا أكد ساسة الولايات المتحدة الأمريكية اللي دقوا أجراس الخطر وقالوا بالحرف الواحد إذا احنا مفكرناش بشكل سريع قبل شهر ستة القادمة اللي هو نهاية هذا الشهر هتبقى هناك كرسى قادمة تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة أنه من الممكن تحصل عمليات إفلاس للكثير من البنوك الأمريكية هكذا تحدثوا وهكذا أكدوا كل ذلك هو نتاج أزمة روسيا وأوكرانيا قلت لحضراتكم في مئات الحلقات السابقة أن أزمة روسيا وأوكرانيا اللي تفجرت يوم 24 فبراير 2022 هتعتبر بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تحقق في مرحلة تالية إلى درجة أن كل التحليلات بتؤكد أن القطب الأمريكي انتهى وتم الإطاحة به من قمة العالم وأصبحت الصين وروسيا ودول أخرى بتنافس القطب الأمريكي فوق قمة العالم شوفوا حضراتكم التطورات اللي حصلت في الأوينة الأخيرة وشوفوا حالة الجدل اللي حصلت داخل البيت الأبيض وفي قلب الكونجرس الأمريكي تعقيبا على الانهيار الأمريكي الوشيك سقف الدين الحكومي الأمريكي بلغ معدلات كبيرة جدا غير مسبوقة ووصل لحوالي 31.4 تريليون دولار في 19 يناير اللي فات إذا ما رفعش الكونجرس الأمريكي سقف الدين أو بحث له عن طريقة من أجل تزديده طبعا هتبقى هناك كارسة وأمريكا هتكون مهددة الأول مرة بالتخلف عن سداد الالتزامات بتاعتها وديت بمثابة كارسة هيكون لها أثارها على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي مش إحنا اللي بنقول كده على فكرة يعني دي مش تحليلات قناة مصر إنما دي وجهة نظر قيادات الكونجرس الأمريكي وقيادات الاقتصاد الدولي في حالة الفشل في التوصل لإجراء قبل الموعد المحدد اللي حددته وزارة الخزانة في الأول من شهر يونيو اللي هو بداية الشهر اللي جاي سيؤدي لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على التخلف عن سداد الالتزامات بتاعتها وبالتالي الانهيار الاقتصادي طبعا سوف يتحقق يعني الدين الحكومي الأمريكي بلغ 31.4 تريليون دولار مطلوب سيادتك تتصرف خلال الشهر ده عشان تسدده أو إنك أنت تقر مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي مضمونه إنك أنت ترفع سقف الدين الحكومي لأن الكونجرس الأمريكي بيقول إيه في حالة وصول الدين الحكومي ده لنسبة معينة اللي هي حوالي 31 تريليون دولار أو 31.4 من 10 تريليون دولار يبقى أنت في الحالة دي قدامك حلين يتتبع مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بحث إنك أنت ترشد النفقات وتحاول إنك أنت ترفع الدعم عن الكثير من الخدمات في قلب الولايات المتحدة الأمريكية أو إنك أنت تقر مشروع قانون من أجل زيادة الدين أو سقف الدين الحكومي تسمح لي إن أنا أقترض أكثر من ذلك طبعا دية الوسائل والآليات إنك أنت تزود سقف الدين يبقى معنى ذلك أنت مقبل أيضا على كارثة أنت بتأجل بس الإنهيار إنك أنت ترشد النفقات وترفع الدعم وتبعده عن الكثير من الخدمات يبقى معنى ذلك أنت هتعمل ثورة في الشارع الأمريكي ضدك وبرضو ده هتكون كارثة طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتكم إن الجمهوريون في مجلس النواب أقروا مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع اللي فات يتضمن المشروع إيه بقى؟ تخفيضات حد في الإنفاق وطبعا تقليص الدعم طبعا ده هتكون كارثة بالنسبة للجماعة الديمقراطيين اللي هم بتعجو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي معنى ذلك أنك إنت بتضربهم في مأتل ليه؟ أنت كده بتمزق العلاقة اللي بينك وبين الشعب الأمريكي أنت كده أساسا هيتم الإطاحة بيك في الانتخابات الرئاسية القادمة اللي بتستعد لها أمريكا طبعا بناءا عليه جو بايدن الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي اللي بيسيطر عليه الديمقراطيون أكدوا أنه هم مش هيوفقوا على مشروع القانون ده لأنه هو هيؤدي الكارثة بالنسبة لهم طيب إلا حصل إلا حصل أنه كنتوا عمالين بتتصارعوا الجمهوريين والديمقراطيين بتتصارعوا كل واحد بيغنى على ليلى أو بيبكي ليلى كل واحد حارس فقط لغير على مصلحته طيب الشعب الأمريكي فين؟ طيب الاقتصاد الأمريكي فين؟ في كارثة إنتوا عمالين بتتخنقوا في كارثة؟ وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن النقد المتاح اللي فلوس الموجودة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن هي ما تكفيش لسداد التزامات الحكومة بحلول الشهر الجاي أنتوا بتتخنقوا وبتتصارعوا كل واحد بيتصارع على مصلحته وإحنا مقبلين على كارثة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين قالت في رسالة للكونجرس الأمريكي أنه من غير المرجح أن تفي وزارة الخزانة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية في أوائل الشهر الجاي إذ لم يتحرك الكونجرس الأمريكي بصارعه إحنا مقبلين على كارثة أنتوا بتنيلوا إيه؟ الوضع كارثي الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء على الكارثة اللي مقبلة عليها أمريكا دعا القاضة الأربعة الأبرز في الكونجرس الأمريكي اللي مشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع اللي جاي الاجتماع هيؤقد يوم تسعة مايو طبعا بناء على الخطر اللي بيحاصر الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الخبراء الأمريكيين دقوا أجرس الخطر قالوا في كارثة أنتم مش عاوزين تعترفوا بها ليه؟ في كارثة لوسائل الأعلام الأمريكية ما بتحاولش أنها تتوقف عندها بالتساع زي ما توقفت عند أزمة روسيا وأوكرانيا في شهورها الماضية الخبير جاري كوروليف الرجل ده واحد من خبراء الاقتصاد الأمريكي حذر من موجة إفلاس في البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القليلة القادمة وقال البنوك الأمريكية الإقليمية لا تزال تحت ضغط كبير بسبب هروب الودائع وقال أن السلطات الأمريكية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الإنهيارات بشكل كامل تحط علاجات ما تحطش علاجات تقر مشروع قانون ما تقرش لانهيار قادم بشكل غير عادي ليه؟ بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا بسبب التورط الأمريكي في أزمة أوكرانيا بسبب أن أمريكا سحبت مجموعة من القطعان الأوروبية وأعضاء دول الناتو حطتهم في قلب أوكرانيا في مواجهة روسيا تحقيقا لمصالحها ورغم ذلك كان أول واحد متأثر بالأزمة دية هو راع البقر الأمريكي يعني كانوا بيحاولوا أن هم يورطوا دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا وبالتالي يتخلصوا من روسيا ويتخلصوا من دول الاتحاد الأوروبي إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي طالها الكرسة غير العادية ونجحت روسيا في أن هي تحقق مصالحها أمريكا مهددة بالتخلف عن سداد يونها وجو بايدن يدعو الاجتماع طارئ الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بالتخلف عن سداد يونها مطلع الشهر المقبل بعد ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية خبير يعلن إفلاس البنوك الأمريكية هيستمر أرضي لك طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لأن هي حاولت تورط فلادمر بوتين في قلب أوكرانيا إلا أن فلادمر بوتين نجح في أن هو يورط الولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع الأوكراني ونجح في أن هو يوجه أكبر ضربة لدول الناتو اشتركوا في القناة